بسهل الخير على كل عشاق ومشاهدي شاشة قناة النادي الاهلي اهلا محاول بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي المجال النهاردة معنا ضيف ضيف عزيز قوي كان لعيب جامد ومدرب جامد قوي حقق انجازات مع فرق مكانش لها اسم وعمل كرة او طريقة بمعنى صح حتتكتب باسمه لكن قبل ما اتكلم على ضيفنا النهاردة عندي موضوع مهم جدا والموضوع ده موجود على الساحة المصرية وكل الشعب المصري حاسس بيه اللي هو عن نتكلم عن مواهبنا المواهب اللي عندنا وابطالنا اللي بيطيروا مننا خلينا ساميهم بشيطيور المهاجرة لان بعض الناس تقولك ايه اصر الناس دي هربت بر مصر اصر الناس دي خينة لا الناس دي كان اخيرها طبعا موضوع الشرباجي محمد الشرباجي اللي هو راح يلعب باسم انجلترا في الوسكواش وقابله كتير وكان ابرازهم كمان فارس ابراهيم حسونة لو انتم فاكرينه اللي هو بتاع الاسقال حقق لعب باسم قطر وحقق اول مديلية زهبية في لومبل جيمز في تاريخ قطر ده غير العشرات طبعا من اللاعبين والرياضيين الالعاب الفردية وبعض الناس بقى انا ازا بقولكم بتتهم الناس دي تقولك اصر الناس دي خانة مصر اصر الناس دي بيتبص للمادة اصر الناس دي جريت ورا الفلوس لا احنا زي ما قلت لكم احنا عندنا في الرياضة منظومة فشلة وهفضل على منظومة فشلة واحد يقول لي انت على طول بتقول منظومة فشلة وايه منظومة فشلة هو ايه اللي خلى اللاعب دوت اللي هو بلعب باسمه مصر كان بلعب وحقق بطولات ومحدش عباره ومحد استسأل فيه ومحدش اداله حقه ولا عنده شقة تلق بيه ولا عنده عربية يروح بيها التمارين بتاعته على اي حاجة وما بتسواش زيه زي لعب الكورة فيه لعب الكورة بطعبش ادباصي فيه لعب الكورة بطعبش ادباصي بتاخد ملايين يا سيد ربنا يزيدك بس حسن من نفسك وبعد كده نيجي نقول لي اللاعبة اللي هي اللي احنا بنقول عليها اصلها هربت اصلها لعبة دي خانت مصر لا ما خانتش مصر انا بقول من وجهة مصري الشخصية ما خانتش مصر الناس دي اديها حقاها يا اخي مش اقولك سويها بلعب الكورة رغم انه هم بيحققوا انجازات باسم مصر اكتر من لعب الكورة انا بقول على ملأ احنا ما بخافش من حاجة انما بقول للمسؤولين عن الرياضة سواء سادة الوزير اشرف صبحي او رئيس اللجنة الانبية او الاتحادات رئيس اللجنة الانبية في وادي تاني ملوش دعوة الاتحادات وزا ما انتشوفتوا اتحاد الكورة بمسافر كوريا واخد 22 لعيب او 23 لعيب وبقيت البعثة 48 كلها اداريين يسافروا ايه فانما بتكلم على الشورباجي ده الشورباجي واحد يقول ده موضوع قديم لا بش قديم ده لسه انتو متعرفوش اللي جاي ايه متعرفوش اللي جاي ايه معظم اللعيبة كلها بتفكر ان تمشي هتقول لي بقوا بجروا ورفلوس ياخد ديهم حقهم وانا بقول لك فيه لعيبة في مصر ما بتعبش بمصر بتاخد ملايين ده الشورباجي الشورباجي ده كان بطل عالم على اللعيبة اللي كانوا موجودين معاه وهو موجود رئيس الاتحاد ما سألش فيه ما حطت صور لللعيبة اللي قال منه في المطارات وبتاع تحتها سبونسر للعيب فده بيسا تقول له لا هو ده اللي عندنا يا عمي طب شوف الرجل ده بطل عالم قال لك لا 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 والآخر يقول لك ايه الحق ده اللعيب ده ساب مصر وكان مصر وراح يلعب في انجلترا طب ما تدينه حقه حسونا اللي راح قطر وبيلعب باسم قطر ويسع لكده ايه كل لعيبة الهندبول اللي هي موجودة في قطر كلهم مصريين ويسع لكده دول كتير وبيسافروا امريكا وبسافروا اوروبا انما احنا ندور ندور على السبب ايه ولازم نتكلم ولازم نقب شوية مع نفسينا ونسأل هو ليه ولادنا كده بيسيبوا بيسيبوا مصر ولادنا ايه المميزين وبيروحوا بيسافروا بر ليه هتقول ليه احنا عملنا معاهم كل حاجة يجي ريسة حد يقول لك ايه اصل عن الميزانية الصغيرة يا اخد انت معاك قانون ومعاك لايحة بتديلك قانون الاستثمار معاك القانون تعملوا بيه كل حاجة ابدأوا اشتغلوا هاتوا سبونسر للعيبة ديت اللعيبة دي بترفع اسمه مصر وحققت لمصر انجازات كبيرة جدا والاخد لما اللعيب دي يقول لك ايه شفته ده الكلام ده بيطلع من مين بيطلع من اللجنة اللونبية وبيطلع من رؤساء الاتحاد يقول لك اصل اللعيب ده خاين ساب مصر في الوقت اللي احنا عايزينه طب لما الراجل ده ده لك توقفت معاه انا بقول لك اسوأ اسوأ نظام رياضي موجود فيك يا مصر ياخذ زي ما حقق لك بطولات كده ادي له حقه ما بقولكش يسويه بالعيبة الكورة ادي على خده ايسه على كده كل الالعاب الفردية الشهيدة بياخدوا ملاليم ويجي يقول للرئيس الاتحاد يا رئيس الاتحاد ادي النزح ايولك السلميزانية بتاعتي ادي كده طب ما انت عندك قانون الرياضة فيه الاستثمار استثمر هات سبونسر اتحرف شو هي انما في السفريات باسم الله ما شاء الله سواء رئيس اللجنة الولمبية بالاعضاء بتاعته والاتحادات بيطيروا بره ما يعرفوا ان فيه سفرية وبيسفروا على مين على حساب اللعيب يعني انت محتاج خمس لعيب يقول لك لا كفاية اتنين يا عم ده الناس دي ما السيدة مصر يقول لك لا لا كفاية اتنين وين بطلع ستة من اللجنة الولمبية الكلام بيحصل والله العظيم تلاتة بيحصل بحفلكم بالله العظيم تلاتة بيحصل وزا ما قلتلكم قبل كده في السفرية بتاعت كوريا اولا مش مرتبط بتأييد لعبيد ولا اي حاجة خد لعيب الصغيرين معاك يسافروا يا اخي خد لعبين صغيرين نشوف المدرب بيشوفهم يديهم فرصة واتنين وثلاتة انما لا ازاي المجلس كله طلع بمجلس الطبي بيشعر بيمين بيمين كان ناقص يشوف حد معادي قدام الاتحاد ياخدوا معاه الكلام ده يا جماعة والله العظيم ما ينفع والله العظيم ما ينفع وبالمناسبة انا واحد صاحبي عايش في الامارات مصري يعني وفي نفس الوقت واحد معايا اماراتي برضو كان معايا في الكلية هنا وبتاعة بيقول لي يا كابتن انتو ازاي يا كابتن وصل بيكو الحال للطريقة دي بقوله ايه حال ايه خير في ايه قال لي يا كابتن المدربين الكرويش عمل سمعة سيئة جدا للكرة المصرية والحد هزي اللحظة ولا مدرب عايز ييجي مصر ليه قال لك لان منظومة فشلة ده بشان اللي بقولي الكلام ده وقلت له وبعتلي الجرائد وبعتلي الكلام ده كله اللي اتقال في الكلام ده عشان اوريكو على الملأ قدي ايه اتحاد الكرة اللي هو رايح يجيب واحد بس هو اللي بيختار المدير فني للاتحاد ومدير فني للكرة ومدير بشعار فني للتخطيط ومدير فني هو فيه ايه انتوا فاهميننا ان احنا عبط بشعارفين حاجة هو بسهولة كده بقى الشعب المصري كله 25 مليون خلاص فضيته الدنيا كلها وخليته واحده هو اللي بيختار ليه بقى كان موجود عندنا واحد مدير فني للاتحاد كان محمود سعد وده كان من الناس اللي كان معروفة عنها يعني النظافة والرجولة والشغل وكل حاجة عشان بدأ يبقى فيه صلة بينه بين الاتحاد الدولي وانتوا عارفين الموضوع امو شايلينه مدربين كتير جدا موجودين ومؤهلين بمسكين فرقة صغيرة وبيكسروا الفرقة الكبيرة ومركونين كلها جمايل انتوا لو تشوفوا الاتحاد الكورة بيختار المدرب ازاي تتحكوا انا بقول لكم انا بالوضع اللي انتوا شايفين والرياضة المصرية ديت خاصة الكورة اللي احنا رابعين منها ده غير الاعاب الشهيدة قدامك من تهاتل اربع سنين لا هتوصل امم افريقية اه هتوصل هتلعب فيها انما بيش هتاخد البطولة لا هتوصل كاس عالم ولا هتوصل قلوم بالجيمز فين الناشئين فين القاعدة انت بتاخد منها بقى مصر بعظمتها مصر اللي رجع التاني ومكسرة الدينية دلوقتي والرئيس بتاعنا بيسافر هنا وهنا 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 عشان خطر المصريين واحنا فيه ناس هنا محلك سر الرياضة لازم تتنفض الرياضة لازم تتغير كلها لازم تتغير قانون الرياضة العقيم اللي هو موجود استثمار فيه فيه كل حاجة وفيه بعض الحاجات ومدخلالك في كل حاجة موقفين كل حاجة يا جماعة ماينفعش لما المدرب ييجي كان موجود معاك ويدوبك عملك هيكل تيم المنتخب مصر وبدأ يحطه ايده على الصح بعد كده امشيه بعد كده اجري وراء ادور عليه وبعد كده الرجل اقلاقي مااخدش فلوسه ويقولك مدير الاتحاد واحنا متمسكين مدير الاتحاد ده زي ماكون هو اللي بيديره الكرة الارضية عمل مشاكل مع الناد الاهل وضايا عملينا البطولة اه احنا كنا عشرين بس مدناش حقنا تخطيط ما عندوش فكرة عن اي حاجة اللي ضحك على الرأي العام من مصر وقالك ان كوريش خد كل فلوس بتاعته وخصب منهم فلوس لصالح مين لصالح مين يا سادة الوزير انا بكلمك على الملأ دلوقت لصالح مين الكلام ده لصالح الكورة المصرية او الرياضة المصرية انسى ان فيه رياضة مش هنحقق حاجات بعد كده هتقولي انت منشاء اقولك انا بتكلم وانا عصبي جدا ليه لان انا غيور على بلدي وفيه ناس كتير جدا غير على بلدي زي بس بيش طيلين ان يتكلموا والناس دي انا بتكلم باللسانه وبتكلم باللساني ايضا اللي بيحصل على الساعة الرياضية المصرية ده فساد اداري وفساد مالي وكل شيء ما فيش حد بيخطط راحوا جابوا مدير فني للحكام طب الاخ عصام رئيس لجنة الحكام بيعمل ايه ولا حد عارف حاجة وإيه سعلى كده بقى في كل الاتحادات ده الاتحادات بس من الاتحاد الكرة اللي ظاهر انما الاتحادات التانية بخصم لكم بالله ما فيها لا نظام ولا فيها اي حاجة كله بيدور على السفريات السفر على حساب العيد هتقول لهم احنا هو في بحر المتوسط عملنا النتائج عملنا النتائج مع مين بحر المتوسط بيجو ناس هوا لما تطلع بقى من بحر المتوسط ده وتبدأ تتعمل جوه في اوروبا ومش هتشوف مدينة ولا تشوف اي حاجة العيدة بتاعتنا لعيبة مهوبة اللعيبة لانت دي حقاها لازم تنمى عندها المهارات اللي عندها الشخص المصري بصفة عامة زكي نمي عنده وديله المناخ الكويس اللي يبدأ يشتغل فيه ويلعب فيه انما تبصت ليه يقولك ايه احنا هنعمل معسكر في رومانيا في بلغاريا بش عارف فين فين وفين كم لعيب طالع تلاقي اتنين او تلاتة لعيبة والباقي كله قدريين وديتكم مثلا قبل كده انا لحد كده هتوقف انما بعد كده بقى انا هجيلكم بالتقايل لما تصلحش الحال بقسم لكم بالله يما سيب البرنامج ده يما هجيب لكم التقايل وهقول بالأسامي لان كده ما ينفعش كده ما ينفعش لازم كل واحد يبقى غيره على بلده كل واحد هيددي ايه مش هياخد ايه من اللي هو فيه فيه ناس مسكة كرسي ما بتتحركش منه ومغرق الدنيا طب ليه عايزين ايه ايه اللي بيعاملك الكرسي يبقى انت بتستفدوا نوراه لانت بتعمل نظام ولا انت عامل سيستم ولا انت بسفريات زي المكوك هنا وهنا 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 وتقول احنا ايه بعدين يجي يجي يكلمونا بعد كده ولك ايه اصل اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي مشغل لنا الفزاعة اللي هي التدخل الحكومي والله العظيم انا بالوضع ده يريد تتوقف النشاط الرياضي ده 14 عشان نبدأ ننظف الوسط اللي موجود الوسط في كل حاجة في الاتحادات في اللجنة الاولمبية في الاعلام الرياضي في كل شيء يا جماعة والله العظيم عيب وحرام عيب عليكم مصر دي بلد كبيرة وهتفضل تقول مصر كبيرة بس مش بيك وانتو بالناس اللي هي غيرة على بلدها مش بالناس اللي هي عاوزة تاخد ايه مش هتدي ايه انا عادي كلام كتير انا بحاول اختار الكلام عشان اقوله لحضراتكم انما بالوضع ده مش هينفع احنا الحق احنا عندنا ماتش لتصفات افريقية الحق عندنا تصفات كاس عالم الحق ده احنا رحين كاس العالم للكورنة الخمسية الحق بش عارف ايه يا جماعة فيه اجندة دولية موجودة وعلى ضوءها بتحط التاريخ بتاعتك وبتحط الاستعداد بتاعتك احنا ما عندناش لما منتخب شباب وانا منتخب الومبي اللي هو مفوضي غازة مصر بجلالة ادراها ما عندهاش راس حربة ما عندهاش لباك رايت ولا باك ليفت دي بش حاجة تحك حاجة تدحك والله العظيم تلا تحيات ربنا على كل حال انا المضوع انا بش اقفله انا خليه وانا اقول لكم توقعوا اكتر من نجم من نجوم الموهوبين دول في كل الالعاب هيفاجأ لما لعب مصري بيلعب قدام لعب مصري واللي بيلعب باسم الدولة بيكسب اللعب المصري دي بحد ذاتها اي ده يعني الناس المسلمين دي ما عندهاش دم شوية خلي عندكم دم ديروا على بلدكم شوية شوفوا اللي بيحصل في بلد دي وشوفوا البلد بتتطور ازاي وشوفوا البلد اتقلبت ازاي والبلد باعتنا وصلت وبقى ليها كيان واسم كبير قوي واحنا محلك سر انا بقول لسيادة الرئيس لو الرياضة هتخلينا كده بلاها الرياضة معين الرياضة دي بقت صناعة وصناعة تقيلة جدا احنا اللي عايفين نستغلها سياحيا ولا صناعيا ولا اقتصاديا ولا اي حاجة احنا البلاد الوحيدة لكده عشان الناس اللي بتيجي عايزة ايه هي عايزة تقبض عايزة تتفسح على حساب مين على حساب الدولة مش هي الكل دي فلوس الشعب المصري كله ولا دي فلوس جاية كده من السماء وانت بتاخدها تطيارها يا جماعة يا شعب مصر يا اللي مسؤوني عن الرياضة حافظوا على المواهب اللي عندنا حافظوا على المواهب اللي عندنا عندنا مواهب غير عادية وشوفنا دي لما بيطلعوا بره بيعملوا شوفت الوسكواش مشرف الرياضة المصرية ومكسر العالم ده خايفين يحطوا لعبة الوسكواش دي في قلوم بالجيمز لان مصر هتاخدها هتاخد تاخد المدالية الزعبية والفضية ياخد حياتهم كل مداليات واحنا هنا يبقى يا ربنا مدينا نعمة نرفضها ماينفعش يا جماعة